ليه تشتريه لما ممكن تعمليه بربع التكلفة بس هتعملي كمية كبيرة جدا عايز اقولك كوكز العبد سهل وسريع وكمان ما بياخدش في الفرن اقل من 10 دقاي وبتلاقيه استوى وكمان بنص كباية بس من الزبدة بتيجي نشوف عملنا الكوكز ده هتلزاي بطريقة سهلة وبسيطة ونفس الطعم بالزبط تعالي نسمي الله ونصلى على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام ونبدأ على طول في الوصفة بتاعتنا سهل وسريع وطعم حلو جدا وبيدوف في البقنا وطبعا من جوه زي ما انت شايفة كده هفتحها لك وهو الرهيلي بسم الله ما شاء الله زي العسل نص كباية من الزبدة بمعدل 90 جرام وطبعا الزبدة بدرجة حرارة المطبخ معايا 75 جرام من السكر البودر طبعا المقادير هتلاقيها مكتوبة في الكومنتات ان شاء الله بالكباية وبالجرام لو بالكباية يبقى انت هتوحد الكباية اللي انت هتستخدميها هفضة المستمرية بقى في التقليب لحد ما السكر دوت يختفي تماما ويدوب معايا في قلب الزبدة بالمضرب اليدوي بالمضرب الكهرباء باللسباتيولا بأيديكي المتوفر عندك ربع كباية من الزيت وطبعا مستمرية في التقليب لحد ما الزيت دوت يختفي معايا بعد كده هنزل ببضايا بدرجة حرارة المطبخ وحط عليها طبعا معلقة صغيرة من الفانيليا سواء بودر او سيلة المتوفر عندك مستمرية في التقليب لحد ما البيضة تختفي برضه كل مكون هنحطه هنفضل نقلب لحد ما يختفي تماما معايا بعد كده هحط معلقتين كبور من الككاو الككاو الخام اللي انا مستخدميه ككاو خام قزباني طبعا نخلطه عشان ما يكونش فيه اي حاجة هتقلبي بقى كله مع بعض وبالشكل دوت كده لحد ما الككاو يختفي تماما بعد كده هنزل بكبايتين من الدقيق كباية الاولانية هنخلها وبعد كده هنزل بالكباية التانية المقادير اللي بقولك عليها مظبوطة بالملي كبايتين من الدقيق يعني 200 جروم بعد كده هحط ربع معلقة صغيرة من البيكين بودر طبعا هعجنها كده بأدية هو مش بتتعجن ولا اي حاجة هو مجرد بس اللي دي يختفي هتمسكيها في ايديك واتكوريها لو لزقت في ايديك هتبقى محتاجة معلقة كمان من الدقيق لو شققت معاك يبقى محتاجة معلقة من الزبدة بعد كده هجيب قالب الشوكولاتة ودوت متوفر كتير جدا في اي سوبر ماركت تقريبا ما بيعدش التلاتين جنيه واسمه اللي انا مستخدميه سماء هعمل بقى حجم الكوكس 15 جرام بالشكل دوت كده ولا كبيرة اوي ولا صغيرة اوي لاني لسه كمان هتكبر في الفرن سيكا طبعا الشوكولاتة لو هي قصرت منك اوي الفتافيت اللي بتنزل ديت اقع ترميها حاوشيها في كيس كده ولما نعوز وصفة تانية عايزين فيها شوكولاتة سيحة نبقى نسيحها على بخار مي هعمل بقى الكمية كلها بنفس الطريقة بنفس الشكل كده بسم الله ما شاء الله رمت معايا كمية كبيرة وطبعا لو عايزيها بقى بالفانيليا يبقى تستبعدي معلقتين الكاكاو اللي احنا حطناهم وتحط بدلهم معلقتين دقيق بعد ما خلصت الكمية كلها انا بالنسبالي اللي انا امسك الطبق الشوكولاتة وارص كده الشوكولاتة فوق الوش على كل كتعة بالنسبالي اسهل بكتير جدا هخلص الكمية كلها وطبعا هكون مشغلة الفرن من قابليها بعشر دقايق على درجة حرارة متين واول ما حطت الصينية في الفرن هكون نزلت درجة الحرارة من متين لمية وستين اهم حاجة تدخل على فرن سخن وطبعا على الرف الوسطاني من غير ما تشغل الشواية ولا اي حاجة هتسيبيها من عشرة لاثناشر دقيق وممكن كمان يبقى اقل من عشر دقايق تبقيها وهي في الفرن لو الفرن عندك حامي هتعد تسع دقايق او تمن دقايق بسم الله ما شاء الله بعد ما خرجت من الفرن طبعا الشوكولاتة هتحس اللي هي صايحة شوية سيديها لمدة خمس دقايق او عشر دقايق على الروخيمة هتمسك تاني الشوكولاتة اللي عليها وهتبقى جميلة جدا وطعمها حلو ما تنسيش تجربيها وتدقيل اشتركوا في القناة